حشود كثيرة وكبيرة قادمة من جميع المحافظات تؤدي صلاة الجمعة الموحدة في بغداد نصرة لفلسطين إلى أي مدى سيشكل هذا التضامن في دعمه القضية الفلسطينية على وقع اجتداد المعارك واضح جدا الشعوب لا تنهض إلا بنفسها هذه الجماهير التي خرجت اليوم في العراق تحديدا كان لها وطأة كبيرة وتأثير غير طبيعي سواء على معنويات الشعب العراقي نفسه نحوه دفع الناس الآخرين للوقوف مع القضية العربية وأيضا دفع الحكومة العراقية لتبني مواقفها أو تعزيز مواقفها التي أعلنتها قبل يومين من أنها مع القضية الفلسطينية لا سيما نحن نعرف جيدا هناك فارق وهناك بين الشعب وبين الحكومات الشعب العربي بالعموم في أغلب الدول لا سيما الدول الثائرة منها مصر العراق الشام الجزائر ليبيا كانت مواقفها إيجابية جدا ومتميزة وحتى الشعب التركي كان أيضا كبلد إسلامي والإيراني أيضا كان كبلدان إسلامية لها مواقف شعبية أنا أتكلم عن مواقف الشعبية إذن هذا الموقف سيشعر العرب هناك الفلسطينيون أن هناك شعب آخر معهم ويساندهم في كل شيء